من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها السنوية الرابعة والسبعين في السابع عشر من سبتمبر الجاري في نيويورك أي بعد ثلاثة أيام فقط سيحضر أغلب رؤساء دول العالم هو يفترض أن يحضر الرئيس عبد الرب منصور هادي بصفته الرئيس الشرعي لبلد يشهد أسوأ حروب القرن الأمر الذي جعل اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية حسب تقارير الأمم المتحدة مراقبون يرون أن حضور الرئيس هادي لهذه الدورة وفي ظل التحولة الدراماتيكية لموقف التحالف سياسيا وعسكريا سيما ما يتصل بالقصف الإماراتي للجيش الوطني ودعم أبو ضبي لميليشيا متمردة تقوض من شرعية الرئيس وتضعف من سلطته فضلا عن الصمت السعودي الذي يرقى إلى التواطئ بل الشراكة فيما آلت إليه أوضاع اليمن ثم تمنيرا في الجلسة القادمة فرصة أخيرة وسانحة لإثبات جدوى الدبلوماسية اليمنية على الأقل لمخاطبة العالم بحقيقة الموقف المزدوج الذي تتعامل به السعودية كقائد لهذا التحالف منذ سنوات وثمت معلومات مصدرها مقربون من الرئيس تتحدث عن منع سعودي يحول دون حضوره وانتدى برئيس الوزراء معين عبد الملك بديلا عنه بينما يقول آخرون إن سفره في حال تم سيكون مشروطا بعدم تدويل التجاوزات الإماراتية بحق مؤسسات الشرعية اليمنية لعل الساعات القادمة تحمل الإجابة عن مشاركة هادي في الجلسة الأممية من عدمها وعلى ذلك يمكن بناء حقائق تحاول السعودية تغطيتها أهمها حقيقة أن الرئيس هادي في إقامة قسرية تذكر بسجن الريتس كارتون ترجمة نانسي قنقر